بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه محاضرات في أصول الفقه تشتمل على مبادئ علم الأصول ومقدماته ومباحث الأحكام روعي فيها استيفاء المسائل وتحرير الأقوال مع سهولة العبارة ووجازة اللفظ ونسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نبدأ أولا عزيز الطالب بتعريف أصول الفقه فنقول إن كلمة أصول الفقه لها اعتباران عند العلماء تعرف بهذين الاعتبارين الاعتبار الأول قبل أن تكون علما أي لقبا واسما لذلك الفن الذي يشتمل على مسائل معينة من الأحكام والأدلة الإجمالية وغير ذلك وهي بهذا الاعتبار تكون مركبا إضافيا تتوقف معرفته على معرفة المضاف والمضاف إليه وهما أصول وفقه الاعتبار الثاني بعد أن صارت علما على ذلك الفن المخصوص وتعريف أصول الفقه بهذا الاعتبار يسمى التعريف اللقبي ونبدأ بذكر التعريف الإضافي فنعرف كلمة أصول ونعرف كلمة فقه فنقول الأصول جمع أصل والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره وأما في الاصطلاح فله معاني متعددة نذكر منها المعنى الأول القاعدة كما نقول الأصل في الأشياء الإباحة أي القاعدة المستمرة في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل على الحضر والمنع والتحريم والمعنى الثاني الدليل فنقول مثلا الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة أي الدليل عليها الكتاب والسنة وأما تعريف الفقه فهو في اللغة الفهم مطلقا سواء كان المفهوم دقيقا أو غير دقيق قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وأما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية وشرح تعريف الفقه في الاصطلاح كلمة العلم المراد به مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق والمراد بالتصور إدراك الشيء دون الحكم عليه بصدق أو كذب وأما التصديق فهو إدراك الشيء مع الحكم عليه بالصدق أو الكذب أما الأحكام فهي جمع حكم وهو النسبة التامة بين الطرفين وهي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه كقولنا مثلا صلاة العشاء واجبة وصلاة الوتر ليست بواجبة وأما الحكم عند الأصوليين فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع وسيأتي شرح لهذا التعريف وأما كلمة الشرعية فمعناها المنسوبة إلى الشرع الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن تكون مأخوذة من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها وأشير هنا إلى أن الأحكام الشرعية ثلاثة أنواع أحكام اعتقادية كوجوب الإيمان بالله تعالى والإيمان بالبعث والحساب والأنبياء والرسل والكتب ونحو ذلك وهذه الأحكام يبحث عنها في علم العقيدة أو علم أصول الدين النوع الثاني أحكام وجدانية تتعلق بأخلاق الناس كحسن الصدق وقبح الكذب وأن التحية ترد بأحسن منها وهذه تبحث في علم الأخلاق القسم الثالث أحكام عملية كوجوب الصلاة والزكاة والحج وأحكام المعاملات ونحو ذلك فهذه يبحث عنها في علم الفقه وكلمة العملية معناها المنسوبة إلى العمل كقولنا الصوم واجب والوتر سنة والمراد بالعملية هنا أفعال الجوارح الظاهرة كالصلاة والباطنة غير الاعتقادية كالنية وأما كلمة المكتسب فإنها تقرأ بالرفع على أنها صفة للعلم ومعنى المكتسب هنا الحاصل بعد أن لم يكن وأما كلمة الأدلة التفصيلية فالمراد بالأدلة التفصيلية هنا الأدلة الجزئية وهذا القيد ليقابل الأدلة الإجمالية التي يبحث عنها في علم أصول الفقه بناء على ما تقدم يكون تعريف أصول الفقه بالمعنى الإضافي هو القواعد الإجمالية التي ينبني عليها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية بعد فراغنا من تعريف أصول الفقه بالمعنى الإضافي نحتاج الآن إلى أن نعرف معنى أصول الفقه بالمعنى اللقبي والمراد بالمعنى اللقبي لأصول الفقه معناه باعتباره علما على ذلك الفن المخصوص ولذلك يسمى أيضا التعريف بهذا الاعتبار التعريف العالمي وفيما يلي التعريف وشرحه فنقول أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وأما شرح هذا التعريف فكلمة معرفة يراد بها مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق وقد عرفت فيما سبق المراد من التصور والمراد من التصديق وأما الدلائل فهي جمع دليل والدليل في اللغة المرشد إلى الشيء والكاشف عنه أما الدليل في الاصطلاح فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب مطلقا وإضافة معرفة إلى دلائل قيد في التعريف يخرج به معرفة غير الأدلة كمعرفة الأحكام فإن معرفة الأحكام فقه لا أصول وأما كلمة إجمالا فإنها تعرب حالا من دلائل والمراد بالأدلة الإجمالية الأدلة الكلية التي لم يلاحظ فيها دليل جزئي بخصوصه كمطلق نهي ومطلق أمر وسميت إجمالية لأنها تعرف على وجه الإجمال دون التفصيل وكلمة إجمالا قيد يخرج به علم الفقه لأن علم الفقه يبحث فيه عن الأدلة التفصيلية أما علم الأصول فيبحث فيه عن الأدلة الإجمالية نأتي إلى كلمة كيفية الاستفادة منها والمراد كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل وأما كلمة حال المستفيد فالمستفيد هو الذي يطلب الحكم من الدليل وهو المجتهد فيكون المستفيد هو المجتهد وصلنا الآن إلى موضوع علم أصول الفقه وقد اختلف العلماء في موضوع علم الأصول على ثلاثة مذاهب المذهب الأول الذي عليه الجمهور أن علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية والمذهب الثاني وهو لبعض الحنفية يرون أن علم أصول الفقه هو الأحكام الشرعية أما الأدلة فيبحث عنها في الأصول استطراضا المذهب الثالث وبه قال بعض العلماء كصدر الشريعة من الحنفية والتفتازاني أن موضوع علم الأصول الأدلة والأحكام الشرعية جميعا وهذا الخلاف خلاف لفظي لا يترتب عليه أثر لأن أصحاب هذه المذاهب قد اتفقوا على ذكر الأدلة والأحكام جميعا في علم الأصول من غير تفرقه ترجمة نانسي قنقر